مهما الزمن عده في جرحات السمنة مهما طلعت عمليات جديدة هيظل تحويل المساري الكلاسيكي هو المعيار الزهبي لجرحات السمنة الحقيقة في تحويل المساري الكلاسيكي احنا بناخد كل المزايا اول ميزة ان احنا بنعمل جيب صغير في المعدة فاذا حلقل الكمية الاكل تاني ميزة ان انا مش هشيل جزء من المعدة تالت ميزة ان انا هيبع عندي سوء امتصاص سوء امتصاص لجزء كبير من الاكل اللي انا هاخده في تحويل المساري الكلاسيكي مش بشيل حاجة من المعدة انا بعمل جيب في المعدة وبحول الاكل كمان اقدر اتحكم في طول الامعاء ان انا هقص متر المتر متر ونصر 75 هقدر اكيف العملية وفصلها على الشخص القدامي تحويل المساري الكلاسيكي على المعدة البعيد افضل من تكميم المعدة مشاكله اقل من تحويل المساري المصغر مفيش ارتجاع المساري على المعدة مفيش تعب للمعدة مع الوقت حتى في الجراحات في اعادة الجراحات لما باجي اعمل اي اعادة الجراحات اول حاجة بفكر فيها هو تحويل المساري الكلاسيكي اذا تحويل المساري الكلاسيكي مناسب جدا لمرضى السكر مناسب جدا لأي حد عاوز يعمل ايام العملية وخايف يرجع في الوزن تاني مناسب جدا للناس اللي هتعمل تصحيح بعد تدبيس بعد تكمين بعد تحويل مسار مصغر تحويل مسار الكلاسيكي هو الجولد ستاندر وحيظل الجولد ستاندر لجراحات السم